كما أكد غلوي فيديا على أهمية التعاون في مجابات التحديات المشتركة في عالم تسد فيه التوترات واعتبر أن الشراكة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة ستفتح أفقاً أرحب وستساهم في تضليل الصعاب التي تعيق التنمية يجب التذكير بأنه قبل إحداث هذه الشراكة بين البلدين التعاون بين المغرب والإمارات كان قائماً ويشمل مجالات عدة لا سيما المتعلقة بالأمن والسياحة نعلم أن العديد من المغاربة يزورون الإمارات وأيضاً الزائرون الإماراتيون للمغرب هم كثر وبالتالي فهذه الشراكة تكمل ما تم بناؤه من قبل بين الطرفين من أواصر التعاون المتين كما أن المغرب هو عضو أيضاً في مجلس التعاون الخليجي يستفيد من امتيازات عدة من خلال تنسيقه المثمر مع مختلف دول الخليج أيضاً من خلال الصندوق السيادي الذي تم إقراره لدعم السياح يستفيد من خلال الصندوق السياحة في المنطور السياحة في المنطور السياحة ترجمة نانسي قنقر